اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الاهتمام والحرص المتواصل على تعزيز التعاون البرلماني بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بما يساند الروابط والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين وخلال اجتماع معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري على همش المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية اشاد معاليه بالعلاقات البحرينية المصري التي تحظى بدعم ومساندة في كافة المجالات وتجسد التطلعات التنموية والطموحات العالية التي يقودها جلالة الملك المفدى واخوه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة واشار معالي رئيس مجلس الشورى الى ان اللقاءات الثنائية بين الرؤساء وممثلي البرلمانات العربية تسهم في توطيد العلاقات الاخوية والثنائية وتفتح الكثير من اطر التعاون والتنسيق المشترك خصوصا تجاه القضايا والموضوعات التي تتم مناقشتها وبحتها في المؤتمرات البرلمانية الاقليمية والدولية من جانبه اعرب معالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ عن الفخر والاعتزاز بمسيرة العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وبالنهضة والتطور المستمر الذي يعزز مسارات التعاون بين البلدين في المجالات والقطاعات التنموية الواعدة اشتركوا في القناة